براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجب الله وأن الله مخذ الكافرين وأدام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحك الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجب الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتهم الزكاة فقلوا سبيلهم فقلوا سبيلهم فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلقه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنب يرضوا لكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فقد ذو عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذنب وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأطاروا الصلاة وآتوا الزكاة فإطوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تباتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويقضيهم وينصركم عليهم ويشفق دور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفتهم بالكبر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأعات الزكاة ولم يخش إلا الله ولن يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم تقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يكتنون عند الله لا يكتنون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك وأولئك هم الفائزون والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشرهم وفقهم برحمة منه ورطوان وجنات لهم فينا نعيم مقيم خالدين فينا أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأنوال واقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحسب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاتحين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شنيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جداع الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على بني شاء والله أكور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجت إنما المشركون نجت فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف نغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم واتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحزمون ولا يحزمون ما حرم الله ورسوله ولا يزينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقوا الجزية حتى يعقوا الجزية حتى يعقوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأسواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل وعاتنهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يغفروا نور الله بأسواههم ويأذى الله ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب إن كثيرا من الأحباب والظهدان ليأكلون أموال الناس بالذاطر ويخدون عن سبيل الله والذين يكندون الذهب والفضة ولا ينفعونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبانهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فدوقوا ما كنتم تكندون إن عدة الشمور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرب ذلك الدين القيم فلا تضمنوا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما نقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نفي أذيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحزمونه عاما ليواطموا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهزي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ إِلَا قِيلَ لَكُمْ مَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّلْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَقُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَضِيرٌ إِلَّا تَنْفُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَةْنَيْنَيْنِ تَانِيَةْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَابِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَعَنْذَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّكْنَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَاقًا وَإِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَنْوَالِكُمْ وَأَنْفُذِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَنُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَتَفَرًا قَاطِبًا لَاتَّبَعُوكَ ولكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّطَّةَ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَسْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْذَمُ وَاللَّهُ يَعْذَمُ إِنَّهُمْ لَكَابِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْكُ لِمَا أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَا لَكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقٌ وَتَعْذَمٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترزدون وَلَمْ أَرَادُوا الْخُرُجَ لَعَفْدُونَهُ عُدَّةٌ ولكن ولكن وَلَكِنْ كَيْنَ أَضْوَاهُمْ بِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا تَعْتُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِكْنَةَ وَفِيكُمْ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَجِيمٌ بِالْظَامِينَ لَقَدْ جَرَوا فِيكْمَنَهُمْ وَظَلَّهُ لَكَ الْأُمُورِ وَظَلَّهُ لَكَ الْأُمُورَ حَتَاجَا وَظَلَّهُ لَكَ الْأَمُورِ وَظَلَّهُ لَكَ الْأَمُورِ وَمِنْ مَنْ يَقُورُ ارْذَلِّي وَلَا تَسَفِنِّي أَلَا فِي الْفِكْنَةِ تَطَطُوا وَإِنَّ تَهَنَّ مَلَكُمْ وَحِيقَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبَتَ حَتَلَكُمْ تَسُقُرُونَ وَإِنْ تُصِبَتَ مُصِيبَتُهِ يَقُولُ يَقُولُوا وَتَأَخَذْنَا أَذُرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلْنَهُ وَمُنْ كَبِحُونَ قُلْ لا يُصِّيبَنا إلا ما كتب الله ألا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله أهلا هو مهدانا هو مهدانا وعلى الله بل يزرع كلم منهم قل هل سرق نصرون بنا إلا إحدى الحسنين ولن نترزق بكم أن يطيب ابن الله أن يطيب ابن الله بعداد من عنده أو بأيدينا فترزقوا إنا معكم ترزقون قل أنفقوا قوعا أهلا هو مهدانا لن يتقطن منكم لن يتقطن منكم إنكم كنتم قرما فاسقين قل أنفقوا قوعا أهلا هو مهدانا لن يتقطن منكم إنكم كنتم قرما فاسقين وما منعهم ألن تقذن منهم نفقاتهم إلا إلا أنهم نفقوا بالله وبرتونه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كثالا ولا نفقون إلا وهم كائمون فلا تعجب كأنماتهم ولا أغلالهم إنما نريد الله لعزبهم لها في الحياة الدنيا وتذهب أن تسهم وهم كافرون ويحبون بالله ويحبون بالله إنهم لمنكم وما منكم وما منكم ولا إنهم طرم يفرقون لو يجدون ملتكا أو مرارات حكموا الدخل لولنا الدليل وهم يجمعون ومنهم يلذك في الصدقات فإن معروا منها يغضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يفققون ولو أنهم رضوا ما أعزب الله ورسوله وقالوا حسن الله وقالوا حسن الله سيجدين الله من فضله ورسوله إننا إننا من الله راغبون إننا الصدقات من فقرات والمساكن والعامل إننا والمؤلفة بقلوبهم والمؤلفة بقلوبهم وفي الزقاب والغاب في السبب لله وفي السبيل فريضة من الله والله عظيم حكيم ومنهم الذين يحبون النبي ويقولونه وقضوا قل قضل خير لكم قل قضل خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالرحمين ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم يحبون بالله لكم ليحبوكم والله ورسوله أحب أن يحبوا إن كانوا مني ألم يعلموا أنه من يحابد الله ورسوله فأننا فأننا نبغنا وتهنم خارداً فيها فأننا نبغنا وتهنم خارداً فيها خارداً فيها خارداً فيها خارداً فيها الخذر العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما في قلوبهم قل اتذبوا إن الله مخرج ما أحذرون ولئن فألتهم ليقولون إنما كنا نفقوا ونبعوا قل أبي الله وعياته ورسوله كنتم تستهدون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفهم نعذب طائفهم لأنهم كانوا مترمين المنافقون وردون راقصات بهدهم من بعد يعمرون بالمنكة ويغذون عن المحروف وتقططون أجيهم لسورة فنفيهم إن السنافقين هم الفاتحون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفة ونرى وجهنم نرى وجهنم وصالبين فيها هي أحبهم ودعنهم الله ولهم عذاب مطير كالذين من قبلكم كانوا أشز منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعتم بخلافكم كما استمتعوا لديهم قبلكم بخلافهم وفقتم كالذي خرابوا أولئك حرقت أعمالهم في الدنيا والقافرة وهناك هم الصافرون ألم لك إنما الذين من قبلهم قوم محيوا وعادموا وفقود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب بذين والمتفكات أتتهم وزرهم بالمدينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بحبهم أولياء بعض يحبون بالمحروف وينهد العديد من الجر ويظيمون الصلاة ويظيمون الصلاة ويعتون الزباة ونضيعون الله ورسوله أولئك كيرتنهم الله أولئك كيرتنهم الله إن الله عزيز الحكيم وعد الله المؤمنين ورغمنات جنات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها ومذاكرة طيلة في جنات عدد ولقوامهم الله أكبر ولقوامهم الله أكبر ذلك هو الفوض العظيم يا أيمن من يجاهد الكفة والمنافقين واغلوا عليهم ومهواهم جهننا وبس المصير يحذفون بالله ما قالوا والأخذطان ونخذطانوا كلمة الكفن وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يلالوا وما نقموا إلا أن أخناكم الله ورسوله من فضل فإن يتوبوا يبقوا ولم وإن يتولوا يعفرهم الله عذابا فأكما في الدنيا والساخرة وما لهم في الحظ من وليهم ولا مصير ومنهم من آهد الله فإن آهد من فضله لنصدق لنصدق ولنكونهم نجر الصالحين فلعنا آتا ولعنا آتاهم من فضله من قلوبه وتولوا وتولوا وهم معذرون فأعقبا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وأدوه وبما كانوا وبما كانوا يكببون أن يعلموا أن الله يعلم فضرهم ونجواهم وأن الله أعلم ريول ألم يعلم أن الله يعلم فضرهم ونجواهم وأن الله عبد عمر أقوم الذين يغذون المطوعين من المهمين في الصدقات والذين لا نجذون إلا جهدهم فينخضرون منهم سقر الله منهم سقر الله منهم سقر الله منهم ولهم عذاب أليم إذ إلا اغفر لهم أولا لا تستقفر لهم إن تستقفر لهم سبعين مروا إن تستقفر لهم سبعين مروا فللي يغفر الله لهم فللي يغفر الله لهم ذلك بأن هم كفروا بالله ورسوله والله لا يهد بالقوم الفاتحين فجح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وتجبوا أن يجاهدوا بهم وأن تقير في سبيل الله وقالوا لا تغفروا في الحر قلنا جهنم أشد حر قلنا جهنم أشد حر لو كانوا يغفرون فاليوح أشوط مغوما يبدو كثيرا جزاء بما كانوا يكتبون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فتأمنوا فتأمنوا بالقرور فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عبدوا إن كن مضيح بالقعود أول مر فقعدوا مع الظالمين ولا تقضي على أحد منهم مات أبدا ولا تقضي على قدر ولا تقضي قدر ولا تقضي على قدر إن هم كفروا بالله ورسوله وماء وهم فاتقون ولا تحجدك أهوارهم وأولادهم إن ما تريد الله أن يعذبهم بنا في الدنيا وتزنق أنفسهم وتزنق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله أن آمنوا بالله وجاهدوا ما رسوله استعزم كأولو الطول منهم وقالوا زرنا لكم مع الطائدين رضوا بأن يكونوا مع الصوارف وقبع على قلوبهم فهم لا يحق هم لكن الرسول والذين آلم معهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المصرفون أعد الله المهم جمنا من تجري من تحتها الأنهاء خالدين فيها ذلك الفمد العظيم وجاء المعذرون من الأحراب ليؤذن لهم وطال الذين كتبوا الله ورسوله سيصيب المذر لكفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على النبط ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرد إذا نصحوا لله ورسول ما على المحصين من سبيل والله رفوه ورحيم ودعا الذين إذا أتوكي تحملهم قلت لما أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الزمح حسناً ألا يجدوا ما ينفقون إننا السبيل على الذين يستأذرونك وهم أغنياء رضوا بأيين يكونوا مع القرار وطبع الله على قلوبه فهم لا يألمون يعتبرون لكم إذا رجعتم إلىهم قل لا تعتبروا لن من لكم قد نبدأ الله من أخباركم قلوبه ورسوله قلوبه ورسوله قلوبه ورسوله ل possession اقلسل قلوبه ورسوله قلوبه وطبعا هم جهنم جزاء بما كانوا يمسجون يحجفون لكم لترضى عنهم فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتحين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حسين ومن الأعراب من يستخد ما ينفق مغولا وترضى صدر الدوائر عليه إداء وتستهر والله سبع العليم ومن الأعراب من يمن بالله واليوم الآخر ويستخد ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله حفور ورحيم سيدخلهم والتابقون الأولون من ذو هادرين والأوطار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإداء وضي الله عنهم ورضوه عنهم وعدناهم جننات من تجري تحتها الأمهار جننات من تجري تحتها الأمهار وقالبين فينا أبدا ذلك الفوض العظيم ومن من حدنهم من الأعراب هنا يكون ومن أهل المبين في مرضو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم نرتوب إلى عذاب العظيم وآخرون اعترقوا بظنوبهم خلطوا عمدهم صالحا وآخر سينا وآخر سينا عسى الله أن يكرب عليهم إن الله بطور رحيم خذ من أموالهم خططا تطهرهم وتذكيهم بها وقل عليهم وقل عليهم إن صلاة تفكروا لهم والله سبيع وليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل وأن الله هو الدواب الرحيم وأن الله هو الدواب الرحيم وقل عليهم وقل عليهم فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترسون إلى عائل الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم نعلمون وآخرون مغزرون لأذر الله مغزرون لأذر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وإما يتوب عليهم والله معليم حكيم والذين اتخذوا المسجد منطراراً وكفراً وتسيقاً نزلوا منه وإرصاداً وإرصاداً لمن حارب الله رسولاً ممين طب ونحلمن الأرض لا إلا الحسن والله يشهد إنهم الكاببون لا تقوم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه فيه هجاب يحبون أن يتطهدوا والله أحبه المطهرين أفمن أذرت دنياناً ولا تقوى من الله والإخوان الصعيف خير أن من أثرت دنياناً على شفا درب انهار فانهار به نار جهنم والله لا نهجل قوم الظالمين لا يزال دنيانهم الذي بنوا ريبكاً في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله علم والله علم حكيم والله علم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يضاهمون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأذن علي أفضل في الثورة والنجيل والقرآن ومن أوقى بعجبه من الله فاستبشروا في حيثم الذي بايعتم به وذلك هو الكود العظيم التائبون العابدون الآبدون التائبون التائبون الواكعون التائبون الآدمون بالمعروف الآبرون بالمحوق والنام العلم جدي والحافظون الحدوء لله وبشر للمؤمنين ما كان ما كان بالنبي والولي لهم أن يتغفروا للمشركه على المكان وأن كانوا بني قرب بعض ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان إضرار ببغى مهم أبي إلا عن موعدة وعزها أقريا فلما تبين له أنه عبو لله يتغفروا أمين إن إبراهيم لأنواه حبيب وما كان الله يضل قونا بعد إجهداهم حتى نبين لهم حتى نبين لهم ما يتغون إن الله بكل شيء عليم إن الله رم ملك السماء والأرض يحيي ويهي ويهي وما لكم من دون الله من ولي ولا أخطير لقد شاب الله عن النبي والمهاجر وعلى الله الذي اتبعوا الذي اتبعوا في آآة العصر من ذات ما لا يفكر قلوب فإن من هم ثم سابقتهم إن هم به وضو وحين وعلى ثلاثة الذين خرقوا حتى إذا ضرقت عليهم الأرض لما أحبت وضرقت عليهم أن وظنوا وظنوا لا ملجع من الله إلا إلا إليه وظنوا أن لا ملجع من الله إلا إليه ثم جاء عليهم يتوب إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقض الله وكنوا مع الصادقين لا كان بأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتقلبوا الرسول الله ولا ولا يغربوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا ينطروا ولا مطروا ولا محنصا ولا محنصا ولا محنصا ولا محنصا ولا يطعون من محنصا ولا محنصا في التبريل ولا يطعون من أن يغربوا الكبار ولا ينالون ولا ينالون من عدو إن ينطر لا كيف لهم به عمل صالح إن الله لا يبيع أجر المحسنين والدينين ولا ينطرون هفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يطعون وهابيا ولا يطعون وهابيا إلا كذب لهم ليكذبهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليكذبوا كذا ولو لا نفروا كل ضد من الله فكل يتفقموا ليتفقموا تذين وينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا عادوا لهم يحذروا لهم أيها الذين آمنوا قابلوا الذين يدونكم من الكفار قابلوا الذين يدونكم من الكفار ونجدوا فيكم صغر وأعلموا أن الله مع المتقين وإذا مرآ أنزلت وصمت منهم من يقول فمنهم إن يقول أيكم زادت حها به إيمانا فعن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأن الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى إجسر ومات وهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون فيه كل عام يبترون فيه كل عام مروة أو مروة عيد ثم لا يترون وهم يذكرون وإذا فراء انزلت سورة نمر بعقهم إلى بعق هجرا من أحد ثم منهم طرفوا طرف الله قلوبا لأن من طوم لا يفقمون يفقمون لقد جاءكم رسوله من أنفسكم عزيم لقد جاءكم رسوله من أنفسكم عزيز عالي لما عرفتم حقيق عليكم حقيق عليكم بالمؤمنين رعوه رحيم بالمؤمنين رعوه رحيم فإن نولى القبول أكبر الله لا إلام إلا أمو عليه إذا ركبت وهو كل حرش العظيم